والمالية والثقافية فألمانيا تشكل قوة اقتصادية حيوية نسعى إلى تعزيز تعاوننا معها فيما يشكل لبنان بوابة تباجل حضاري وثقافي وسياسي في حوض البحر المتوسط وتترقنا في خلال المحادثات إلى مشاركة ألمانيا في ثلاثة مؤتمرات مهمة ينتظرها لبنان قريبا ويجري لها كل التحضيرات اللازمة وهي مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر الأرز الذي ينعقد في باريس لدعم الابتصاد اللبناني ومؤتمر بريكسل للدول المضيفة للنازحين السوريين بمشاركة الدول المانعة وشددت في هذا السياق على الأهمية التي يليها لبنان لمشاركة ألمانيا والدعم الذي يمكن أن تقدمه لنجاحها والذي سيسهم بلا شك في توطيد الاستقرار والأمن والسلام في وطننا وأجرينا كذلك جولة أفق في الأوضاع والطورات الإقليمية وكان هناك تركيز على ضرورة تبلور حلول سلمية توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية مهددة استقرارها ووحدتها وانتقلت شظاياها حتى إلى أرجاء مختلف من العالم واستعرضنا مع ملف النازحين السوريين الشائك فأطلعت فقامت الرئيس على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود أكثر من مليون وثمانمائة ألف نازح على أراضيه منذ اندلاع الحرب في سوريا التي تضاف إلى ملف اللجوء الفلسطيني المزمن وهو ما يولل انعكاسات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأمنية ترخي بثقلها على بلدنا وتهدد مستقبل شعبنا واستقرارنا الاجتماعي وأكدت أمام فقامت الرئيس أن مواجهة أعباء النزوح السوري هي مسؤولية دولية مشتركة ويجب العمل سريعا على وضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودة آمنة لهم إلى بلادهم وفي شأن مرتبط تناولت المحادثات ملف الأمن ومكافحة الإرهاب فكانت مناسبة لعرض ما حققه لبنان في هذا المجال ونجاحه في ضبط وتفكيك عشرات الشبكات والخلايا الإرهابية إضافة إلى المواجهات العسكرية الناجحة والحاسمة التي خاضها الجيش اللبناني الخريف الماضي ضد الإرهابيين في جرور الوقاع الشمالي وركزنا على أهمية التعاون الدولي في المواجهة مع الإرهابيين فكراً وتنظيماً حيث يشكل اللبنان جزءاً من الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وفي ختام المحادثات أكدت لفخامة الرئيس ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه وشددت على أهمية الالتزام بتطبيق القرار الدولي رقم 17-01 بكل مدرجاته فخامة الرئيس أجدد ترحيبي بكم وبالسيدة الأولى والوفد المرافق في لبنان البلد الصديق لألمانيا كما أجدد الرغبة بتطوير علاقات بلدين الثنائية إن بلدكم المحب للسلام والراعي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية هو خير حليف لوطننا وقيامنا المشتركة هي خير ما يجمع شعبينا عشتم عاشت ألمانيا عاش لبنان أشتراً لكم على الكلمات الودودة والاستقبال المحافل والودود لنا أنا سعيد بشكل خاص أن أتواجد مجدداً في بيروت أصر برؤية كل هذه الأوجه المعروفة والصديقة لي في الصفوف الأولى وهذا يعود بالطبع إلى زياراتي في الأعمام السابقة وتعرفت عليكم من قبل وأنا أصر بشكل خاص فخامة الرئيس أن ألتقي بكم مرة أخرى إذا تتكرت بشكل صحيح فنحن التقينا للمرة الأولى تقريباً قبل 12 عاماً في صيف عام 2006 ومنذ ذلك الحين تكررت الزيارات بشكل غير منتظم لم تكن الأزمنة أبداً سهلة عندما كنت أتي إلى بيروت أحياناً كانت أوقات انتفاء أزمة ولكن في صيف 2006 على سبيل المثال عندما كانت المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ما زالت مستمرة حتى ذلك الحين يصرني أنني اليوم أتي في زمن تم التغلب أو التجاوز فيه على أزمة حكومية داخل لبنان وخلال تحضيراتي لهذه الزيارة اندهشت بشدة أنني أول رئيس التحدي ألماني يقوم بزيارة رسمية للبنان في الحقيقة لم يسعني أن أتخيل ذلك ولكن يبدو أن الأمر حقيقي ولكن بالطبع هذا يزيد من سروري أن أكون المشارك في هذه الزيارة الأولى إن الحديث حول لبنان يعني أيضاً أن أتحدث عن البلد بكامل مكوناته وفي الحقيقة فخامة الرئيس فناللبنان لديه كل الحق أن يكون فخوراً بكل ما حققه التعايش بين عدد كبير من مجموعات السكانية المختلفة الأديان المختلفة هنا في هذا البلد وأسمح لي أن أقول أن هذا التعايش للمجموعات السكانية والأديان المتجاوز للحدود الطائفية بالطبع هو يعد نموذجياً بالنسبة للمنطقة بأسرها وهذا يزداد بشكل خاص لأنه في دول أخرى يقل هذا المفهوم البديهي غداً ستتحلي فرصة أن أتحدث مع ممثلي جميع التواقف في لبنان وأجتمع معهم وسأنصد إلى وجهة نظرهم هم حول الموقف سيرسم لي صورة كاملة حول الوضع وأنا أتطلع بشكل كبير إلى هذا اللقاء تحدثتم فخامة الرئيس حول اللاجئين من سوريا الذين استقبلهم بلدكم بكرامة وحفاوة كبيرة ويتم تزويدهم باحتياجاتهم هنا وأنا أعبر عن تقديري الخاص جداً من ذلك تحدثنا للتو معكم ومع جزء من مجلس الوزراء أن ألمانيا أيضاً تأثرت من تبعات اللاجئين سوريين وهذا منذ عدة أعوام وبالتالي فقد تضح لنا بشكل أكبر عن بلدان الأخرى كم أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة جداً وكم أنها بشكل خاص كبيرة وهائلة بالنسبة للبنان نحن نعلم ذلك وهذا في الوقت ذاته مدعى لنا كان في الماضي أننا استخدمنا كل الإمكانات المتاحة لنا لدعم لبنان أيضاً مالياً وهذا ليس فقط إطلاقاً من أجل اللاجئين ولكن ثلثي المساعدة الإنمائية التي نقدمها للبنان تصب في هياك البنيوية مثل نضاء الأنظمة المدرسية أو تزويد بالمياه النظيفة هذا بالطبع لا يستفيد منه اللاجئون فقط ولكن اللبنانيون طبعاً بشكل خاص لم نختص بالمساعدة الإنسانية والبنيوية ولكن وهذا أيضاً تحدثنا عنه للتوم نحن نهتم بالاستقرار داخل لبنان بشكل كبير إنه من صميم مصلحاتنا أن يتواصل الاستقرار في لبنان ولهذا سبب فقد شاركنا من البداية في الإجراءات الأمنية ودعم الإجراءات الأمنية عبر مساركتنا في بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وغداً باكراً ستتسنى لنا فرصة زيارة بارجة مكدبوغ الألمانية التي تقوم بخدمتها هنا في لبنان كجزء من بعثة اليونيفيل وغداً ستتسنى لنا أيضاً فرصة لقاء الجنديات وجنود على هذه البارجة أنا أتطلع بشكل خاص لحديث سنقوم به غداً في أجامعة لبنانية حيث سنتحدث مع الطالبات وطلبة من الجامعة حول منظورهم حول رؤيتهم للوضع في الشرق الأوسط خاصة بالطبع أنني أريد أن أعرف ما هي الرؤى المستقبلية التي يراها الجيل الشاب في لبنان على المدى القصير وبشكل خاص على المدى المتوسط لكننا أيضاً خططنا لأمضاء بعض الوقت زوجتي وأنا والوفد كامل المرافق أننا لا نتحدث فقط عن اللاجئين ولكن كما قلت للتوم في حديثي مع فخامة الرئيس أن نتوجه بأنظارنا إلى لبنان أن نظرتنا إلى لبنان بالطبع أحياناً يطغى عليها النظر إلى اللاجئين ولكنها ليست مقصورة على هذا على الإطلاق إن المساهمة الثقافية التي تساهمها لبنان في المنطقة كبيرة جداً ولذلك فقد أدرجنا في برنامجنا أيضاً نقاط التطلع بسرور كبير عليها وهي معرض الفن الحديث الذي سنقوم بزيارته وإلى المتحف الوطني اللبناني الذي سوف نقوم بزيارته وأيضاً لكي بالطبع نريد أيضاً أن نتعمق بشكل أكبر مع تاريخ الحديث في البلد وإذا تسنى لنا وقت ربما سنستطيع أن نزور المدينة القديمة في بيروت زوجتي فخامة الرئيس هي قادية وهي تتطلع بسرور كبير على دعوة وصلتها من قاضيات لبنانيات لقيام بنقاش سيجرنه خلال اليوم غداً وإضافة إلى ذلك ستقوم بزيارة مدرسة يتعلم فيها أطفال لبنانيون وأيضاً أطفال من اللاجئين أطفال اللاجئين السوريين ونحن بمساعدة ألمانية استطعنا أن نساهم قليلاً في صيانة وتحديث هذه المدرسة هذه كلمات أقصد أن أقول لكم بها أننا حضرنا إلى لبنان أننا على وعي كبير بالعب الكبير الجاسم على صدر لبنان ولكن تبقى مصلحتنا الكبيرة في التعددية في الاستقرار داخل لبنان ولذلك من ناحية نعم بالطبع سوف نتحدث عن اللاجئين في نقاط متعددة من برنامجنا ولكننا في المقام الأول سوف نتحدث عن كثير من القيم والأمور ذات القيمة التي يقدمها لبنان واللبنانيون في هذه المنطقة من هذا المنطلق فقامة رئيس أبناني متطلع بشكل كبير على هذا الزيار هي زيارة متجددة ليست الأولى بالنسبة لي وأنا شاكر جدا لكم على كرم الضيافة الكبيرة التي نعمتم بها علينا فخامة الرئيس الألماني نظرا للبرنامج الزيارة سنفسح في المجال أمام أربعة أسئلة السؤالات الأولى من الضيوف والصحفيين الألمان الذين يرافقون صاحب الفخامة وسؤالين من الصحفيين والزملاء اللبنانيين إذا تسمح لي أن أعطي الكلام أولا للأنساء إيوار غواتبو من الوافت الألماني شؤالي موجه إلى فخامة الرئيسين فخامة الرئيس عون قلتم للتو تحدثتم للتو عن مدى صعوبة الأزمات في البلدان المجاورة هل يؤثر ذلك أيضا على النموذج الذي تعيش شونه وحسب هذا النموذج كل التواف المختلفة هي مشاركة في الحياة السياسية هل يمثل هذا ضغطا بالنسبة لكم سؤال إلى الرئيس شتاينمايا ذكرتم أن هذا النموذج هو نموذج مثل أعلى لهذه المنطقة هل تعتقدون أنه من الواقعية أن أي بلد أخرى يمكن أن يتخذ هذا النموذج في الفترة المقبلة بالتأكيد أن دول المتعددة للسكان لدينا صعوبات جميع المذاهب الإسلامية الشيئة والسنة والدروز والمسيحيين كمان فيهم جميع المذاهب المسيحية كاتوليك 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 كنتم من وضعة المسيحة كاتوليك كنتم من وضعة إذا أر آخر كنتم من وضعة أماس أولة وضعة وضعة ويسر إلى عدم قدرت على التنبؤ بالمستقبل فأنا لا علم في الحقيقة أي بلد يمكن أن يحتذي بمثال لبنان وأن يحقق التعايش بين الأديان والمجمعات السكانية المختلفة في الحقيقة لا أعلم من سيحتذي بهذا المثال ولكن حتى وإن لم نكن نعلم ذلك فإن هذا ليس سبباً للتشكيك في هذا النموذج وفي هذا المثل الأعلى الموجود إضافة إلى ذلك فنحن لا ننظر فقط لمنطقة ولكن فيما يتجاوز هذه المنطقة أيضاً يجب علينا أن ندرك أنه أينما كان هناك محاولة في أي مكان في العالم لإحداث بين الأديان وبين الشعوب القمعة وعدم تركها للمشاركة في الحياة السياسية فإنه لم يكن من الممكن ضمان الاستقرار على المدى الطويل لذلك فإن الأمر مجدي أن ننظر إلى نماذج التي تضمن المشاركة السياسية للمجمعات السكانية والدينية المختلفة السؤال الثاني من الجانب الألماني الضيف للسيد توتشينغ سيد فخامة الرئيس كان هناك حديث قبل وقت قليل عن إعادة اللاجئين إلى سوريا وتم رفض هذه المخترحات اللبنانية أين سيمضي الطريقة؟ ستحولون مجدداً إطلق هذه المباحثات حول إعادة السوريين الرئيس الألماني بالنسبة للضغط الوقع على لبنان يمكن ويجب على ألمانيا أن تضمن لما الشمل مع الأسر السورية لتخفيف العبء عن لبنان شكراً لكم ويجب على أسر السوريين بمحادثات غير مباشرة أو بالإعلام أوصلوا لنا أنه هني يقبلوا العودة بس على أساس نتفاهم نحن وهي خارج إطار الأمم المتحدة نحن ما قبلنا تكون خارج إطار الأمم المتحدة لغاية الآن الغرب الأمم المتحدة يتطلعوا على الأمن بسوريا على مختلف المساحة السورية بينما لا في مناطق آمنة وفي منطقة بالشمال بإدلب مش آمنة وفي منطقة صغيرة تحت بنيترا حدود إسرائيل مش آمنة مناطق صغيرة نسبياً لمساحة سوريا وهذا اللي نحن عم ناقش هالموضوع هيدا في مناطق كتير آمنة فيهم ينزلوا فيها وفيهم أيضا يعملوا بيوت هلاتني بيوت بريفابركة يعني مصنعة بأيام معدودة فينستعب وألف هيدا اللي نحن مرد بالنسبة للسؤال الموجه لي فأعتقد أننا يجب علينا أن نشرح للمشاركين اللبنانيين من الحضور أنها كانت محاولة ذكية جدا من جانب صحفي ألماني أن يعلق على المفاوضات الحكومية حول تشكيل الحكومة الجارية ولكن الرئيس الألماني لا يجب عليه أن يتدخل في هذه المسائل ولذلك فإنما سألت القوانين المتعلقة باللمشاركين الأسرية يجب أن تبقى موضوع عن مفاوضات الحكومية الجارية حاليا في ألمانيا تراز أسي الصعب جريدة الشرق فخمت الرئيس في ظل إبنان والجهات الدولية المانحة عن تأمين احتياجات النازحين السوريين ألا تعتقدون فخمت الرئيس أن الفرصة اليوم سانحة ومؤاتية لإعادة هؤلاء إلى مناطق آمنة في سوريا وهل تشجعون على ذلك؟ خلال معرض حديثنا للتوت تحدثنا بشكل موسع عن الوضع في سوريا وأنا عبرت عن النقاط التالية أنه بعد محاولات عديدة فاشلة على الصعيد الدولي بعد مؤتمرات دولية عديدة فاشلة تم نجاح في التوصل إلى هذه المحاولات كلها ألت للفشل في إحداث وقت الإطلاق النار ومناطق زاد أملي قليلا بعد أن تم النجاح في تهميش تنظيم الدولة الإسلامية وأنه لم يعد يشكل قوة عسكرية ذات أهمية في الوقت الحالي لدينا تطورات جديدة خاصة في شمال سوريا لسنا متأكدين بعد عمد تأثيرها حول الوضع الأمني على المدى الأطول يجب أن نتابع الأمور بشكل مكثف ولذلك فإنني أعتقد أن الحكومة والرئيس اللبناني سيواصلون بالطبع هذه المباحثات والنقاشات من نظر إلى أشجاء كبيرة في سوريا ولكننا للأسف ننطلق من أن الشقة الأكبر في سوريا وجوز الأكبر في سوريا لم تتحقق فيها الظروف المواتية لإعادة الأجئين بعد لارة الهاشم من قناة الو تي في فخمة الرئيس شاين ماير الرئيس عون كان أكد خلال كلامه على ضرورة وقوف بلادكم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية فهل ستلعب ألمانيا دورا في ردع إسرائيل أو ستقوم بمساعي لمنع إسرائيل من التقدم باتجاه النقاط المتنازع عليها في الجنوب المحتل ولسيما في موضوع بناء الجدار والسؤال الثاني لفخمة الرئيس عون فخمة إيس حضرتك كانت حملت معك موضوع تحويل أو جعل لبناء مركز لحوار الأمزين والحضارات على المحافل الدولية فهل طرحت هذا الموضوع مع الرئيس الألماني وهل لمستم تجاوب من قبل وفي حال كنتوا قد طرحتوا هذا الموضوع لتنين يعني للسؤال تاني لحضرتك لهم بلس قدرين بلس قدر إسرائيل ما بالنسبة للسؤال الأول بالطبع وصلني تنويهات من فخمة الرئيس على ذلك وقد شرحت له في مباحثتنا أن الوضع في الشرق الأوسط بكامله ليست معقدة فقط ولكنها في العديد من الأوجه أيضا خطيرة ولذلك فإنني أنطلق من أنه لا يوجد أي دولة أي فاعل حكومي لديه مصلحة في الوقت الحالي أن يزيد من صعوبة الوضع الحالي ومن أن يزيد التصعيد في الوضع الحالي إنني أنطلق أن هذا من أنه يسري أيضا على العلاقة بين لبنان وإسرائيل بالتأكيد طرحنا الموضوع طبعا وبالنسبة لضيء الوقت ما توسعنا فيه كتير وهلأ بأعتقد السؤال الأول هو ضمن الموضوع الكبير وعطينا رأينا اتنين نفيد ترجمة نانسي قنقر